طيب اليوم ان شاء الله بنا نخلص اخر درس في الانترميدياد ماشين لرننج بنا نحكي فيها عن الديتا لكيش او تسريب البيانات في الحقيقة تسريب البيانات هذا خطأ شائع بيقى فيه العديد من الديتا ساينتست انه بيجيب لي موديل الدقة تبعته عالية وهو بكون مش عارب انه اصلا فيه تسريب تمام ولما انا اجي انزل الموديل هذا في الخدمة ساعتها بتبين المشاكل والعيوب طيب حاجات انه الديتا بشكل عام هو يحدث لما يكون فيها عندي الترينيج ديتا تحتوي معلومات عن التارجت ولكن هذه المعلومات مش هتكون متوفرة وقت البرودكشن او وقت البردكشن تمام نزل النظام انا عندي في الخدمة وبيكون فيها عندي هاي بيفورمانس تمام على الفاليديشن ديتا على الفاليديشن ديتا حتى ولكن انه لما انزل يعني اجي انزل للخدمة بيصير انه اداءه كثير سيب في عندي نوعين انا من اللاكيج اللاكيج والترين تست تسريب بين الترينيج والتست نأتي للنوع الاول ترينيج ترينيج وعشان نفهم هذا الكلام بدنا نتطلع على الديتا سيت هاي الديتا سيت هاي هذا هو التارجت تبعي تمام؟ انه هاي عبارة عن ميديكال ديتا سيت وهذا عبارة عن مرض او تشخيص وانا عندي الفاليو تبعه انه عندي مصاب او غير مصاب ايش في عندي معلومات معلومات عن الاج والويت والجندر وهل هو مخد انتي بيوتك او لا وفي عندي نقاط نقاط زي هيك معنى ذلك انه لا في عندي اتريبيوت تانية تمام؟ الان انه الفكرة في الموضوع انه عندما يصير في عندي دخول المريض في المستشفى انه بناء على المعلومات تبعته هذه بدي احاول اهمل انه هل هو عنده المرض هذا او لا حسنا 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 مرة هذا التشخيص الطبي هذا الوزن الجندر احسنا مضاد حيوي او لا احسنا حسنا 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 احسنا بين هذا العمود وبين هذا العمود. الشيء الثاني هو هل أنه أخذ مضاد حيوي تكون متوفرة عندما يأتي مريض جديد هذه المعلومات الفكرة في الموضوع هو أنه جمعتها على المرضى وأن الذي كان لديه تشخيص positive للمرض أكيد بطبيعة الحال أعطيناه مضاد حيوي. والذي لا أعطيناه مضاد حيوي مع ذلك أنه لا أعطيناه مضاد حيوي. لذلك لا أعطيناه مضاد حيوي. لكن عندما يأتي بطبيعة جديدة هل أستطيع أن أحدد أن أريد أن أعطيناه مضاد حيوي أو لا؟ مع ذلك هل هذه المعلومات متوفرة على وقت التشخيص؟ لا. لن تكون متوفرة. هذه تكون مبنية على التشخيص أصلاً في الأصل. فبالتالي هذه التشخيص ستكون هي عبارة عن target leakage. والشغلة الثانية أصلاً ودخلتها مع X فشفت الغش فبالتالي هنا يظهر أداء البرفورمانس تبع السيستم أن الأكيرفيسي تبعته كثير عالية فبالتالي هو كأنه بجاهل هؤلاء الأعمدة كلهم لا يتطلع على العمر ولا الوزن وأنه عنده كوليسترول أو عنده وزن زائد ممكن يكون فيه عنده تشخيص لهذا المرض فقط يتطلع على هذا العمود لكي يعمل prediction بالضبط 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 فبالتالي هذا عبارة عن تسريب لأنه أنا في البداية والشغلة الثانية هذه المعلومة ليست متوفرة على وقت البردكشن وقت البردكشن وقت البردكشن أنه عندما يأتي البردكشن يعمل دخول في المستشفى سأسألهم بقيس وزنه أحدد هل هو ميل لكن هذه المعلومة ليست متوفرة على وقت البردكشن أنه أنا أريد أن أتنبأ بناء على هذه المعلومات هل هو مصاب أو لا مصاب لأن هذه القرارة أريد أن يتخذ بنا على هذه المعلومات تمام؟ طيب الترين تست كنتمانيشن وهذه نحن ركزنا فيها خلال الكورس أو خلال الدروس بشكل كبير وحكينا أنه أي شيء يعمل في التست تمام؟ بالنسبة لل نفع أن أخذ المتوسطات التست لماذا؟ كما أنه غش وهذا المتوسط التست ليس متوفر وقت البردكشن عندما يأتي شخص جديد كيف أريد أن أأتي متوسطة الأعمار؟ هل أريد أن أأتي مجموعة من المتوسطات لأخذ متوسطة الأعمار؟ ليس صح وبالتالي هذه المعلومات ليس صح لأن أخذها من التست ديتا لأن أخذ متوسطة الأعمار أنا لدي من الترينينج ديتا لو عملت كذلك معنى ذلك أن أسرد معلومات من التست للموديل وكذلك كأنه بغش نأخذ مثال المثال هذا هي عبارة عن ديتا سيت اللي هو عبارة عن كريديد كارد ديتا سيت تمام؟ هنا جهزت الواي وهنا جهزت الاكس لأنه عملت دروب للكارد ما هي الديتا سيت؟ أنا عندي تقريبا 1300 وتسعة عشر ما هي تقريبا هذه أنه يتعامل معها كبيناري لتروا تقريبا هنا عبارة عن نيس كسترينج بروح يتعامل معها هنا كبايثون تقريبا كما أنا بقول له بارس لديت ببطل يتعامل معها العمود كسترينج بصير يتعامل معه كتيب ديت وهنا نفس الفكرة أنا عندي كلمة لتروا ببطل يتعامل معها أنه كسترينج فبتصير كبايناري أنه true false capital أول حرف فبحكي له أنه والفالس لا اللي هي موجودة في العمود هذا أو العمود هذا تمام ما هناك مجموعة هنا الريبورت الاج الانكم وهنا أنا عندي أنه البطاقة هذه اكتب ما هي الفكرة في الموضوع الفكرة في الموضوع أنه أنا عندي نظام البطاقات الإتمانية لماذا أسموها إتمانية لأنه يمكنني أن أشتري فيها بالدين ونزل بالمينس ويصبح مكشوف بالضبط فبالتالي يصبح مكشوف ويصبح كما أنه أسدد الدين هذا باستمرار يعني أظل أنني مديون للبنك باستمرار فالآن البنوك عادة لما تدي البطاقة هذه ليس ستديها لأي حدا ستديها لشخص عنده القدرة على السداد لأن البنك لا يوجد استعداد لأنه يبعزق لفلوس لأنه لا يوجد في السجن أو المصادر فبالتالي يريد أن يبعزق القدرة على السداد كيف أريد أن يحدد؟ هنا لدي مجموعة من الاتريبيوت وهي الريبورت هي مشروحة هنا سنرى الآن هنا شاهدنا هنا العمر هنا الدخل هنا share expenditure التي هي النفقات هل هو المالك البطاقة هل هو self-employed أو موظف في شركة أو مؤسسة كيف عدد الأشخاص الذي يبيعونهم كيف المالك هيا دعونا نرى هنا يبدأ card هذا عبارة عن target 1 1 if the credit card application accepted وهنا 0 if not لأنه يقدم لأنه أريد أن أحصل على credit card والبطاقة هذية إما تنقبل إما ترتفط منها لأنه نحن نقرر أنه لديه القدرة على السداد أو لا الريبورت هو number of major derogatory report أنه كم مره أصبح ريبورتين لهذا الشخص أنه ونزل بالمينس في البطاقات أنا لدي age وهو عمر العمر في السنوات وال income وهو yearly income مقصوم على 10,000 لأنه هو محدود كratio والshare هي عبارة عن ratio of month credit expenditure to yearly income الexpedential هي متوسط النفاقات تبعتي بالبطاقة تمام والowner فبالتالي إنه واحد إذا كان بيمتلك بيت zero إذا كان مستأجر self-employed zero أو واحد عدد الأشخاص اللي بيعونهم month وهو month living at the current address هذا مؤشر كثير مهم لأنه لأنه إذا هو كان يتنقل أو هذا الرقم صغير يعني ذلك أنه يتنقل في العنوان وليس مستقر في العنوان تمام ليس مستقر في العنوان يعني ذلك أنه لديه مشاكل من نوعا ما تمام الماجور كارد اللي هو number of major credit card held يعني أنا ممكن أستخرج أكثر من بطاقة على نفس الحساب والactive إنه number of active credit cards تمام رحت إيش سويت هنا رحت أمت بايبلين random forest classifier تمام وهنا طبقت البايبلين قدته X والY وقلت له أن CV5 بالscoring accuracy ورحت طبعت الأكيروسي وطلع عن عندي cross validation accuracy 97% لا لا هي نفسها هي نفسها وانه نفس الشيء نفس الشيء مما يحصل الفكرة في الموضوع أن نقوم بايبلين make pipeline لأن نقوم بايبلين وانه نقوم بايبلين وانشأنا بشكل سريع مثلا نحن نقوم بايبلين 97% نسبة ممتازة واو صح؟ طيب لو إجينا أتطلعنا على الموضوع هنا إنه بدي أرجع أتطلع أن المعلومات هذه هل هي متوفرة وقت هنا واحد إذا الكارد الكريدت كارد اكسبت او زيرو اف ناط هذا تارجت تمامي طيب ايه نجي لعلى سبيل المثال الاج والريبورت هذه معلومات انا ممكن اجيبها من البنك فبالتالي انه بتكون متوفرة في الابليكيشن نفسه الانكم برضو متوفرة هذه وقت البيتكشن الشير خلينا منها شير خلينا نركز على الإكسبيدين شارس اللي هي نفقات تبعتي نفقات الإيش بالبطاقة طب إحنا بنا نعمل بنا نعمل أنه أنا بدي أخذ قرار أنه أنا أدي لك بطاقة أو لا فبالتالي المعلومة هذه هي متوفرة وقت تخطيم الابليكيشن هو ما عنده كريدت كارد فبالتالي النفقات تبعته على كريدت كارد مش رح تكون متوفرة فبالتالي هذا بنعتبره تارجت لكيش تمام طيب وبنان عليه أنه إيش بيكون أنا عندي بينبنى علي هنا الشير لي عبارة عن راشيو اف مانف 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 لكريدت كارد إكسبيدين شارس تو ييرلي انكم فبالتالي مدام أنه هذا الاتريبيوت صار معتمد على هذا برضو هذا صار عبارة عن تسريب تمام شو كمان لو نتأكد من هذا الكلام أنه هنا إكسبيدينشار كارد هولدر كارد هولدر أصلا هو مش رح يكون في عنده نفقات إلا إذا كان في عنده بطاقة يعني من نرجع هنا نفس الفكرة هذه أنه ما أديته مضاد حيوي إلا إذا كان مريض فبالتالي هنا إلا إذا كان في عنده الكريدت كارد أبليكيشن طبعه أكسبت فعشان هيك لابدي أجي أشوف النسبة أنا عندي الفراكشن أو دوس هو دينت رسيب كارد وهاز نو إكسبيدينشار واحد تمام اللي هي مية في المية تقريبا يعني والفراكشن هو رسيب كريدت كارد وهاز نو إكسبيدينشار ليه 2 من الف يعني اللي استلموا بطاقة والأبليكيشن طبعه من جبل بس ما شتروا فيها ولا شيء لسه عددهم نسبة ضئيلة جدا تمام طيب فبالتالي الشار صار مضروب والأكسبيندينشار صار مضروب الآن يأتي إلى الآتيات اللي هو الاكتف مايه الاكتف بحكي النامبر او اكتف خدد كاردس هل ممكن أن يكون فيه عند المعلومة هذه متوفرة والأبليكيشن طبعه بحنا لسه نحن نأخذ فيه قرار انه ينجم كيف ممكن؟ لا 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 هذه كريديت كارد ليس تجديد أعمل بطاقة بطاقة اعتمال جديدة بالضبط الذي هو Number of Major Card تمام؟ يمكن أن يكون هناك ثلاث بطاقات تمام؟ ويوجد هناك ثلاث بطاقة واحدة مغطلة مثلا فبالتالي هذه الثلاثين لن يكون المعلومات متوفرة إلا إذا كان لدي بطاقة اعتمال وهذه المعلومات ليست متوفرة في وقت The Prediction فبالتالي الأكتف والMajor Card صارت تسريب هناك أربعة أتريبيوت فيها تسريب والExpendential والShare والActive والMajor Card سأقوم بطاقة عرفت X2 ونعيد نفس الكلام ونحسب كيف تلعب معي؟ هذه هي النسبة الحقيقة تمام؟ أنت تكون كيف تلعب معي؟ تدعم مودي كيف تلعب معي؟ ونحن قرأت كيف تلعب وتتعبيته كيف تلعب أعتقد أنه ممتاز تدخل الوطن لماذا تحصل المعلومات هذه المعلومات من أين تحصل أو حتى لو توفرت هذه المعلومات تحصل إلى هذه المعلومات تابعه سيئ هكذا سنقوم بخلصنا على الدرس يظل ان نحل نحل مع بعض لانه سنشتل على داتا سيت مختلفة أو مختلفة اشتركت Woolstock استطيع التحميل كيف فالصل على وقت اشتركوا في قنقار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة